رقم 4 المصفوفة الكطرية المصفوفة الكطرية هي مصفوفة مربعة كل عناصرها أصفار مع عدى عناصر الكطر الرئيسي والمصفوفة الكطرية يرمز لها بالرمز دي والمصفوفة الكطرية تشبه تماماً مصفوفة الوحدة فأن عناصرها كلها أصفار أما عناصر الكطر الرئيسي فلا تساوي أصفار على سبيل المثال المصفوفة دي هي مصفوفة مربعة فيها صفان وعمودان أي مصفوفة من الردبة 2 في 2 ومن الواضح أن عناصر المصفوفة كلها أصفار مع عدى عناصر الكتر الرئيسي لا تساوي أصفار لخمسة وسالب ثلاثة كما أن المصفوفة دي أيضا هي مصفوفة من الردبة ثلاثة في ثلاثة أي ثلاث صفوف وثلاثة عمدة مصفوفة مربعة أيضا ومن الواضح أيضا أن عناصر المصفوفة كلها أصفار مع عدى عناصر الكتر الرئيسي ومن خصائص المصفوفة الكطرية أن حاصل ضرب أي مصفوفة كطرية في نفسها يعطي مصفوفة كطرية أيضا خمسة المصفوفة الصفرية المصفوفة الصفرية هي مصفوفة كل عناصرها أصفار ويرمز لها بالرمز Z على سبيل المثال المصفوفة Z هذه المصفوفة كل عناصرها أصفار وبالتالي تسمى مصفوفة صفرية خصائص المصفوفة الصفرية إذا كانت Z هي مصفوفة صفرية وأي مصفوفة أخرى من نفس ردبة المصفوفة الصفرية فإن رقم واحد A زائد Z يساوي A وجذلك Z زائد A يساوي A أي أن مجموع المصفوفة الصفرية وأي مصفوفة أخرى يساوي المصفوفة الأصلية أو مجموع المصفوفة الصفرية وأي مصفوفة أخرى A يساوي المصفوفة A رقم اثنين A في Z يساوي Z أو A ضرب Z يساوي Z Z في A يساوي Z أي أن ضرب المصفوة الصفرية في أي مصفوة أخرى يساوي المصفوة الصفرية وذلك في حالة حق شرط الضرب كما سيئت فيما بعد من الواضح أن المصفوة الصفرية في جبر المصفوات تحل محل الصفر في الجبر العادي رقم 6 المصفوة المتماثلة المصفوة المتماثلة هي عبارة عن مصفوة مربعة تكون عناصرها التي تقع أعلى الكتر الرئيسي مماثلة لعناصرها التي تقع أسفل الكتر الرئيسي بمعنى أن AIG يساوي AGI وإذا كانت عناصر المصفوفة التي تقع أعلى الكتر الرئيسي مساوية لعناصر المصفوفة التي تقع أسفل الكتر الرئيسي ولكن بإشارة مخالفة فإن المصفوفة في هذه الحالة تسمى مصفوفة متخالفة التماثل على سبيل المثال المصفوفة A هي مصفوفة مربعة من الردبة 3 في 3 عدد الصفوفة 3 وعدد عميدة 3 هذه المصفوفة يقال أنها مصفوفة متماثلة لأن العنصر AIG يساوي AGI بمعنى أن العنصر A1 3 الذي يقع أعلى الكتر الرئيسي يساوي العنصر الذي يقع أسفل الكتر الرئيسي A31 يساوي 5 كما أن A2 3 A2 3 العنصر الذي يقع في الصف الثاني والعمود الثالث على الكتر الرئيسي يساوي العنصر A32 الذي يقع في الصف الثالث والعمود الثاني أسفل الكتر الرئيسي يساوي 3 كما أن A12 A12 العنصر الذي يقع في الصف الأول والعمود الثاني يساوي العنصر A21 الذي يقع أسفل الكتر رئيسي يساوي 6 المصفوفة A هي مصفوفة متخالفة التماسل هي مصفوفة مربعة من الردبة 3 في 3 وهي مصفوفة متخالفة التماسل لأن العناصر التي تقع أعلى الكتر الرئيسي مساوية تماما للعناصر التي تقع أسفل الكتر الرئيسي ولكن بإشارة مخالفة يعني العنصر A13 الذي يقع على الكتر الرئيسي يساوي سالب 5 العنصر A31 الذي يقع أسفل الكتر الرئيسي يساوي 5 أي العنصران متساويان ولكن بإشارة مخالفة أي سالب 5 و 5 كما أن العنصر A23 يساوي سالب 3 العنصر الذي يقع على الكتر الرئيسي والعنصر A32 الذي يقع أسفل قطر رئيسي يساوي 3 أي أن سالب 3 و3 كما أن العنصر A21 يساوي 6 يقع أسفل قطر رئيسي والعنصر A12 يساوي سالب 6 الذي يقع على القطر رئيسي أي أن 6 وسالب 6 ولذلك هذه المصفوفة تسمى مصفوفة متخالفة التماثل خصائص المصفوفة المتماثلة إذا كانت A مصفوفة متماثلة فإن حاصل ضرب رقم ثابت في مصفوفة متماثلة يساوي أيضا مصفوفة متماثلة وحاصل جمع المصفوفة A المتماثلة مع مدورها يساوي مصفوفة متماثلة أيضا تساوي المصفوفات إذا كان لدينا المصفوفتين A وB فإنه يقال أن المصفوفتين A وB متساويتان إذا تحقق الشرط الآتي أو إذا تحققت الشروط الآتية رقم 1 أن تكون المصفوفتان من نفس الترتيب أي عدد الصفوف في المصفوف A تكون مساوية تماما لعدد الصفوف في المصفوف B وكذلك عدد الأعمدة في المصفوفتين أو في المصفوف A يكون مساوي تماما لعدد الأعمدة في المصفوف B رقم 2 كل عنصر من عناصر المصفوف A يكون مساوي تماما لنظيره من عناصر المصفوف B على سبيل المثال إذا كانت المصوفتان A و B المصوفتان A و B أولا المصوفتان من نفس الردبة 3 في 3 والمصوفة دي أيضا B 3 في 3 المصوفتان المصوفتان من نفس الردبة من نفس الردبة والمصوفتان A و B متساويتان إذا كان كل عنصر من عناصر المصوفة A يساوي نظيره من عناصر المصوفة B فنجد أن 6 أو العنصر A1-1 في المصفوف A هو نفسه A1-1 في المصفوف B وA1-2 في المصفوف A هو نفسه A1-2 في المصفوف B وA1-3 في المصفوف A هو نفسه A1-3 في المصفوف B وهكذا ويقال أن المصفوفتان متساويتان إذا كان A في المصفوف A إذا كان العنصر A2-2 يساوي تماما نفس العنصر في المصفوة B أي إذا كانت C تساوي 4 إبقى المصفوات A و B متساويتان لأن المصفواتان من نفس الردبة 3 في 3 كما أن العناصر المتناظرة أو كل عنصر المصفوة A يساوي تماما نظيره من عناصر مصفوة B وبالتالي يقول أن المصفوات A و B متساويتان رقم 8 المصفوة المدورة المصفوة المدورة هي المصفوفة النتجة من تبديل الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف فإذا كانت لدينا مصفوفة A فإن المصفوفة المدورة أو فإن مدورها يرمز له بالرمز A شرطة كما واضح على سبيل المثال إذا كانت المصفوفة A تساوي 0-135 المصفوفة 2 في 2 والمصفوفة B مصفوفة كما واضح 3 في 2 والمصفوفة C مصفوفة 2 في 3 والمصفوفة D مصفوفة 3 في 3 والمصفوفة A 3 في 1 فأوجد مدور كل مصفوفة من المصفوفات السابقة اللي هي A-Dash أو A شرطة B شرطة C شرطة D شرطة A شرطة يتم إيجاد مدور كل مصفوفة من المصفوفات السابقة كما يلي المصفوفة A جعلنا العمود في المصفوفة A هو صف وجعلنا صف عمود وبالتالي حصلنا على المصفوفة A شرطة 2 في 2 لأنها مصفوفة مربعة وبالتالي لم تتغير رتبة في هذه المصفوفة ويلاحظ أن عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة A هي نفسها عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة A شرطة أي أن المصفوفة المربعة عناصر الكتر الرئيسي فيها لا تتغير في مدورة أي إذا تم تدوير مصفوفة مربعة فإن عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة الأصلية هي نفسها تكون عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة المدورة المصفوفة B شرطة أو مدور مصفوفة B المصفوفة B كانت من الترتيب 3 في 2 وعندما جعلنا صفوفة عميدة والعميدة الصفوف حصلنا على مصفوفة 2 في 3 تبدلت الصفوفة عميدة والعميدة الصفوف المصفوفة C شرطة أو مدور مصفوفة C المصفوفة C الأصلية كانت عبارة عن مصفوفة 2 في 3 أي عدد صفوفة 2 وعدد عميدة 3 تم تبديل الصفوفة عميدة والعميدة الصفوف فحصلنا على مصفوفة من الردبة 3 في 2 المصفوفة دي شرطة او مدورة المصفوفة دي المصفوفة دي كما هو واضح مصفوفة مربعة فحصلنا بعد التدوير اي جعل الصفوفة عميدة والعميدة الصفوف حصلنا على مصفوفة مربعة ايضا لان عدد الصفوف وعدد العميدة متساويان ولكن يلاحظ هنا ان عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة الاصلية هي نفسها عناصر الكتر الرئيسي في المصفوفة المدورة المصفوفة ايه شرطة او مدورة المصفوفة ايه المصفوفة A الأصلية كانت عبارة عن مصفوفة مكونة من ثلاث صفوف وعمود واحد ولكن تم تدورها فحصلنا على مصفوفة مكونة من صف واحد وسلاسة أعمدة خصائص المصفوفة المدورة إذا كانت A و B مصفوفتين من نفس الردة وسيم مقدار ثابت فإن رقم واحد مدور المصفوفة المدورة يساوي المصفوفة الأصلية أي إذا دورنا المصفوفة A وتم تدورها مرة أخرى فنحصل على المصفوفة A أي A المدورة مدورة أو مدور A المدورة يساوي A رقم اتنين مدور حاصل ضرب عدد ثابت في المصفوفة A يساوي الرقم الثابت مضروبا في المصفوفة المدورة أي شرطة أي أن C ضرب A الكل مدور يساوي C مضروبا في مدور A رقم ثلاثة مدور مجموع مصفوفتين المصفوفتين A و B يساوي مدور المصفوفة A مضافا إليه مدور المصفوفة B بمعنى أن A زائد B الكل مدور يساوي مدور A زائد مدور B رقم أربع مدور حاصل ضرب حاصل ضرب مصفوفتين A و B يساوي مدور المصفوفة B مضروبا في مدور المصفوفة A بمعنى أن A مضروبة في B الكل مدور يساوي مدور B في مدور A رقم تسعة المتجهات أولا المتجه الصفي المتجه الصفي هو عبارة عن مصفوفة تحتوي على صف واحد فقط وعدد من الأعمدة على سبيل المثال بي أو المصفوة بي هي عبارة عن متجه صفي لأنها مكونة من صف واحد عدد الصفوف واحد وعمودين أي واضح أنها مكونة من صف واحد وعمودين المصفوفة اي عبارة عن مصفوفة مكونة من صف واحد وثلاثة عمدة عدد الصفوف واحد وعدد الأعمدة ثلاثة أي أن اي متجه صفي لأنها مصفوفة مكونة من صف واحد وعدد من العمدة المصفوفة بي هي متجه صفي لأنها مكونة من صف واحد وعمودين ثانيا المتجه العمودي هو عبارة عن مصفوفة تحتوي على عمود واحد فقط وعدد من الصفوف على سبيل المثال المصفوفة B هي عبارة عن متجه عمودي لأنها عبارة عن مصفوفة مكونة من عمود واحد عدد العمدة وصفين عدد الصفوف المصفوفة B أيضا متجه عمودي لأنها مصفوفة مكونة من عمود واحد وسلاسة صفوف أي أن المتجه العمودي هو عبارة عن مصفوفة مكونة من عمود واحد وعدد من الصفوف كما واضح في المثال